تقرير حولة ريذا جريرا شوفوه مع بعض ريذا جريرا من موليد 1955 بيسوسة حصل على عدد شهادات جامعية في الإدارة والعلوم الاقتصادية والتصرف مسيرته المهنية كانت حافلة وتقلت فيها عدة مسؤوليات بما فيها كاتب عام لوزارة الخارجية ريذا جريرا تعين عام 1999 وزير لأملاك الدولة وشؤون العقارية وبقى في منصبه هذا حداش نسنين كان ناشط حزبي عضو في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي نصبه بن علي وزير للدفاع في جانفي 2010 مكان كاميل مرجين وبقى في منصبه هذا حتى نهار 27 جانفي 2011 تاريخ استقالة حكومة محمد الغنوشي ريذا جريرا هو اللي اعطاه نهار 14 جانفي 2011 الأمر بإلقاء القبض على مدير الأمن الرئيسي علي سورياتي في نفس النهار يعني 14 جانفي 2011 حاولي الدخل لإطلاق صراح عائلة ترابلسي وبن علي اللي احتجزهم الترهوني في المتار وطلب مرشيد عمار التدخل ولو باستعمال القوة هو زادة اللي اعتلى الأمر بإرجاع الطائرة الرئاسية من جدة من غير بن علي ريذا جريرا اليوم في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة بالإضافة التهم أخرى متعلقة بالفساد وقت اللي كان وزير أملاك الدولة بالرغم من تداور حالته صحية في السجن إلا إنه رافض للعلاج به هذي تقرير على ريذا جريرا وزير الدفاع السابق اللي كنا أحكين عليه برشا في هذه الحلقة نظرا لدوره المحوري طوى كما قلت لك بش نستقبله أولا ضيف مفاجأة في هذه الحسة عنده علاقة بالأحداث اللي صارت قبل وأثناء أربعة الجانفي وأيضا ضيف آخر عنده علاقة كبيرة برشا بالثورة أصلا نستقبله مع بعضنا سمير السرياتي وفاديا حمدي مرحبا بكم السيد سمير السرياتي هو ابن سي علي السرياتي الجنرال علي السرياتي وأكبر محامي طبعا محامي بالعاطفة وبكل المشاعر ليسي علي السرياتي وطبعا فاديا حمدي أشهر من نار على علم صاحبة أشهر كف في تاريخ تونس فايدا فايدا سمحني فايدا حمدي فايدا 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 حمدي في الصحافة تردد برشا اسم فادية صاحبة أشهر كف في تاريخ تونس مش نحكيه عليه كفة ذا فايدا حمدي هي اللي وقعت الخلاف بينها أو العركة بينها وبين المرحوم البوعزيزي واندلعت على إثر الخلافة ذاكة أو العركة ذاكة والكفة ذاكة ثورة كاملة غير التاريخ تونس قبل ما نحكي معاكم ونبدأ الحوار معاكم مش نكمل مع جنرال شابير انترفيو الغاز جنرال شابير فهم برشا الغاز في تاريخ الثورة الغاز لطوى الشعب التونسي يفركس على الحل انتاحها وما فهمهاش فيها برشا غموظ ونحبه اليوم معاولين على صدقك أولا وعلى موقعك الحساس واتلاعك على كل الأحداث مش نحاولوا نحلوا الألغازة ذي اللغز الأول هو لغز منهم القناسة وشكونهم وعليش لطوى من زي اللغز تفسر الموضوع وأن الأمنيين في إطار الدفاع على مركزهم يلتجوا إلى وضع بعض الأفراد فوق السطح فهمت ولا لحماية المركز فهم قناسة لقتل الشهداء شكونهم أجانب أم توانسة أم من أي جهاز أنا أمفي نفيا خافعا إلى حد الآن وجود قناسة أجانب إذن قناسة توانسة هو داخل في إطار ما هوش يعني ما هوش بالمفهوم القنص مفهوم في الدفاع على مراكز أمنية معينة كما وقعت في القصرين اعتلى أحد الأمنيين المركز لحماية المركز يعني لو كان هناك قنص وانية للقتل العمد يعني لا يمكن في ساعات في مظاهرة اللي تجيب فيها الفين ولا ثلاثة ويقتل واحد واثنين فقط يعني هذا 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 حتى في الاستعمال السلاح يعني ما ما خبيش عليك احنا صحيح وقت لا يموت حتى يتجرح واحد مش يموت واحد دي ما فهمت ولا نتألمونه محقق يصير باختصار فماش قنصة يعني إشاعة القنصة أنا بالنسبة لي أنا القنصة وقع أما القنصة بالمفهوم المتداول وأن الناس معينين لقتل الأفراد لبث البللبا هذا يعني أنا ما ما باي سير ذا قريرة اللي نرجعوله قال أعلمني قال موثق هذا قال أعلمني كل من الجنرال عمار والجنرال شابير أنهم تمكنوا من إيقاف مجموعة من القنصة من القنصة وأزديتوا تعليماتي بإحالتهم على العدالة وين هم ذو؟ أنا لم أعلمه بهذا الشيء هذي وربما اختلطت الأمور على سيد الوزير أما أنا شخصيا يعني لم أعلمه بالموضوع كلمه مش صحيح تكذبه لهناء نكذبه نعم لغز الشعامبي موغز جنرال لغز كبير يسر بالنسبة للتوانسي هل تعتبر أن الجنرال عمار نجح أم فاشلة في مهمة الشعامب شوفوا نحن دائما نجاحنا وفشلنا يقاس بالنتيجة يعني إذا كانت ذكروا في حلقة تلفزية سيد رئيس أركان يعني السابقي يصرحوا أنه قاع القضاء على تطهير الشعامبي وإذا كان يعني بعد ما يغادر هو يعني الجيش نجد الشعامبي ملغم مرة أخرى فهذا يعني يدل وأن العمل ممكن ما تمش بالطريقة اللي يزمت تم به به واضح فاشلة أم نجح لا هنا مدام مدام أقع الرجوع إلى الشعامبي واحتلال الشعامبي إذا كان نجم نعتبر احتلال من طرف عصابات إرهابية فهو فشل بالتأكيد فشل لأنه وقت الله تاخد هدف وما تنجمش تحافظ عليه يعني هذا هو العبرة دائما بالنتيجة يوفاوا الألغاز متاعنا ونرجعوا للحوار العادي مع سي سامير السرياتي ونخليه ترتاح شوية من جينيرال مش نرجعولك إن شاء الله نبقاوك في فورما أكبر سي سامير السرياتي مرحبا بيك لمن يجرأ فقط ما نيش مش نكرر برشا لتقال سابقا مش نحاول وناخده من عندك جديد في قضية والدك سي جينيرال علي السرياتي أولا صرحت في حوار من حواراتك أنه ريذا جريرة وزير الدفاع السابق ما هوش مريض ما هوش يحتضر وأنه اللي يقوم به تمثيلة لكسب تعاطف الرأي العام ثم المعلومة هذية جاءوا بوك عليها بسرعة خرجت تسويرة ريذا جريرة مؤخرا في الصحافة التونسية وفي الانترنت وهو يحتضر على فراش الموت وهو في السجن نحن معناش برشا ملي عنا زيارة قمنا للويلد مدة عشرة يام ولا حاجة هكذا 12 يوم على إثرها هي شفت ريذا جريرة في السجن كما قابلت الويلد متاعه وشفته صحبة المحامي متاعه وكان يمشي على سقيه واقف عادي وفي صحة جيدة؟ في صحة عادي إنسان واقف ويمشي على سقيه وكما الشكوك اللي يحكي عليها في 14 جنف يعني كان يمثل سيريدا جريرة قبل 14 جنف واثناء 14 جنف سيريدا جريرة هو اللغز المحير في 14 جنف تسويره ذي كمين جيت مالا تسويرته هو يحتضره على ترشمه لا مش تسويرته ذي كمانو نشوفه شوجه ومن نجموش نفرقه وجهه بالضابط هو وليه مزيفة تسوير من نجموش يدخلو يصوروه كيفش نجمو يصوروه وهو يحتضر في سجن مرنقية بعد ثلاثة سنوات من آن شنو مصلحة ريذا جريرة من إصدار أمر بسجن والدك واعتقاله وتوقيف هذه هو اللغز المحير للشعب التوسيولينا نحن وحتى السيد جنرال ونستغرب بالدفاع على ريذا جريرة بصفة هذه دفع عليها ونستغرب اللي ما عندوش الحق أول حاجة بش نبدأ بها السيدة ريذا جريرة ليس له أي صلحية وليس له أي حق بإيقاف الجنرال علي سرياتي الوطني اللي عند الجنرال علي سرياتي ما ينجم حتى حد يساوم عليها وما ينجم حتى حد يحكي عليها بش يوصل ريذا جريرة يشك في علي سرياتي بالشك نحطه العابد ثلاثة سنين في الحبس بالشك وقلت هنتي بكر قال هاتي ريذا جريرة وحده يقول شكيت في علي سرياتي وتخمينات وقريت في مجلة وأنه بش يكون هو من بعد بن علي وبديت الحكاية لكلها من يوم تسعة قالها بالضبط تسعة زوز من نسبرك قالوا علي سرياتي يهيمن في الاجتماع هو سيد أحمد شبير وسيد ريذا جريرة مش صحيح كلمة دي؟ الوحيدين في الاستنطاقات متاع العشرين واحد ولا خمسة وعشرين واحد الحاضرين في الاجتماع هذا الوحيدين اللي قالوا الحكاية هذي علي سرياتي ستة وعشر سنين خبرة في الجيش التونسي خرج من الجيش التونسي ديتاشير أو بشير اليوم إلا هذا ديتاشير مع تعموا واحد ملحق ملحق مشاهل الأمن عشر سنوات في الأمن عشر سنوات في الأمن الرئاسي لا بشيء نوضح لسيد هذي عنده خبرة كي يدخل الاجتماع أقدم واحد فيه سيد أحمد شبير لأول مرة يحضر في اللجنة هذي خاطر بحكم الخدمة بتاعه ما قد تحضرش خاطر كان مدير أمن عسكري لأول مرة تقع الاجتماع بالصفة هذيك تونسك علي سرياتي من عام 73 يا حضر في الاجتماع هذي هذا تقليل من قيمة الوزارة ونقوله علي سرياتي هو المهيمن على اللجنة هذي موش صحيح موش صحيح بالأكثر جنيرال جنيرال أكثر حاجب شو نجاوب عليها لا لا أكثر حاجب شو نجاوب عليها تسمع لنا بالله دقيقة كمترش منع توضيح بركة خاطر هو هذي وقايا معتناش صفة ماش معنتها يعني هذي اجتماع صار وفيه ثلاثة وزراء وزيرين والأمين العام بتاع الحزب السبق يعني المفروض في الاجتماع وحن في وزارة الداخلية والموضوع يهم الداخلية إذن وزير الداخلية هو ليسير الاجتماع ووزير الداخلية قال انا سيرت اتكلم اي لا 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 شوف ووزير الداخلية قال انا سيرت ما ترحضر انتي سير سامير اهنا حاضر فى سنتقات اي لا لا في المحكمة العسكرية شوف انا حاضر ونسمع فى وزير داخلية ش يقول. ايه. خليش تفدقوا زير الداخلية وتكرر. لا على خطر هو اتهام رو حكاية الهيمنة. لا لا مش هيمة. شوف. لا وقع اتهام على سنة بالهيمنة. لا لا لا. مش اتهام. لا لا لا. في الاحكم العسكرية وقع اتهامه بالهيمنة. ايه بالهيمنة. على ضوء الكلام اللي قالوا سيد ريضا جريرة وسيد احمد شبير. لا لا لا. هذا اتهام في المحكمة. يعني قصده توريته? هذا اتهام. واضح. مش واضح. واجهه له تهمة. انت مهيمن. لا لا لا. لا لا. ابدا. لا لا. ليس اتهامة. انا اقول لك توا تهمة. هذا علش يتحاسب عليه سرياتي. يتحاسب على الهيمنة. لا لا. في الاجتماع متاع يوم تسعة. لا لا يا عايشك. ما هيش تهمة. ما تغلطش في هذه. ما هيش تهمة. انا حاضر في المحكمة. ايه. واجهولوا تهمة الهيمنة. ما هيش تهمة. ايه. وقالولوا هاوش كون شد عليك في الهيمنة. هو سيد احمد شبير. هل هناك عقوبة او يعني تعتبر اه يعني جناية الهيمنة في اجتماع تجدهاش في القانون. انا اول مرة نسمع بتهمة اسمها الهيمنة. مش مشكلة هذه. مش مشكلة. هو تقليل من قيمة الوزراء. كنقولوا علي سرياتي يهيمن على الاجتماع هذا. علي سرياتي ما كانش شوية في الوقت ذاك. اما مش موزير. كان مدير امن. مش وزير. اكبر دليل على اني نحكي فيه. وانه يقع الاجتماع يوم تسعة. هذي الاجتماع. وقع يوم حداش. وقع يوم اثناش. علي سرياتي يخرج من القصر. ويمشي الاجتماع. ويجتمعوا. يتقابلوا. فالاجتماع يوم اثناش. بشي يقع الاجتماع. وجيهم المعلومة هو انه الوزير الداخلية تنحى. معادش وزير. يقع ايقالته. وتعويضه بسيدة احمد فريعة. يهزوا روحهم كل واحد يروح من ينجا. اذا كان علي سرياتي هو مسير للاجتماع هذي. ما داعي للوزارة. عليش ريذا جريرة يظهر وكأنه منيقم على والدك علي سرياتي. يعني الكلمة بوتينتر صحيح. وما عندوش في قفية. وعندوش حتى اتمكنني. شو الخبرة بتاع سيدة ريذا جريرة. في وزارة الدفاع. عندو عام بركة مليشات. عام واحد. معناها تدخلات. عام واحد. يقول انه انه تصرفات سي علي سرياتي هيني. ولا يماذا بينا يقول لنا شو ما تصرفات. حتى بكري قال سيد احمد شبير. قال راه وفما حاجات. بلكش عنده معلومات. ريذا جريرة ما قال هانيش. ماذا بينا يقول هنا نحنا. قال بكري في الوحد. قال راه وفما معلومات. بتاته ما قال هانيش. نحنا ماذا بينا يقول لنا شو هو هذاش قال في تصريحاته. حتى البن علي بيدو. في تصريحاته ريذا جريرة. يقول في موزاييك. يقول كلامني بن علي. وقتله سيد الرئيس رانا وقفنا عليه سرياتي. وفهم امو المستربة امو نجوش يحكي لك حتى في التاليفون. نجبكش. اي نفس لك سؤال سؤال واضح. شكون عنده مسلحة ايقاف اه علي سرياتي وسجن. برشة من الناس. اللي هم. اللي هو اللي هو اللي هو ريذا جريرة اول واحد اللي هو يطبق في اجندة معينة في حشتين. يا اما كان يطبق يحبي يدافع على النظام بن علي والاستيمات على النظام بن علي. يا اما كان عنده غاية اخرى وانهم يضزوا بن علي للخروج اللي يتحكيوا عليها بكري. علي سرياتي. اللي تاهب بكري. علي سرياتي صحيح. مم. دز بن علي للخروج. لكن اه عليش دز. وهل ترى وقتها يحكي. شكو اللي عنده مسلحة. كمل لي خاطر ما كملت ليش. سميت واحد وما كملت. لا واحد بركة. ذكا اللي برشة نحكي عليهم هو ريذا جريرة واحد بركة على خطر هو بالنسبة لي انا برشة من الناس. الحداث اللي قام بها هو برشة من الناس بشتع واحد. راهو الاحديث اللي قام بها ريذا جريرة. به. اراهو والحكيات اللي بحكيت. برشة من الناس. السيدة دايا يوم 13. يكلم سيد احمد شبيل. ويقل وراني خايف من عليه سرياتي. شكوكي من عليه. يوم 13 راهو. يتهم في مدير امن الرئاسي. يوم 13. ويكلم سي محمد الغنوشي. ويقل وراهو الاسلاحات قاعدة تتسلم للبوليسية سلموا. حاس اللي فهم انقلاب. حاس اللي فهم انقلاب. حاس انقلاب وشك في عليه سرياتي يقوله. با. با. يوم 13. يكلم اه شاسمه الجنرال طيب العجيمي. بتاع الطيران. ويقوله كليكوبتير اللي بش تطلع. حط فيها واحدة. قلني قلني. لا ما فهم حاجة ما قلته هيش. اي. حتى سيد احمد شبيل. سيد احمد شبيل. محبش يركز عليها. وانتي سألتوا عليها. محبش يركز عليه. يقوله راهو كليوتنا اللي طالع في الليكوبتير اذاكا متاع الحرس. اي. خايف اللي يكون متفاهمة مع علي سرياتي. بش يقتلوا بنعليه من فوق. اي. ما انت بنعليه قاعد فوق في الاقسرر متشمس كما هكا. وبش تعدى الليكوبتير بش يقتلوا. اروا جراف. اروا وزير دفاع. اروا يتكلم باللغة هذه. اي. شنو مصلحتو? راهو راهو اغريبة راهو. اه شنو مصلحت? ومن بعدها يكلم جينيرا العمار. ويقوله انت ماشي لوزارة الداخلية. هز معاك زوز. اذكرني هز سلاحك زادة. وخايف عليكم من علي سرياتي. اي. خايف عليكم من علي سرياتي. اي. انا ما بيجواب لهو. شنو مصلحتو? شكون وراه? معاش كونه منس. ما معاش كونه منسك. الحد لان ما عرفنيش معاش كونه منسك. عمك اجابة. حبوا يشكوا ويعزلوا علي سرياتي. حنشوفوا التفسير اي? حبوا يعزلوا علي سرياتي. هذا ثم ثم بعض الكلام اللي مهوش دقيق. مم. نقولش مهوش صحيح اما مهوش دقيق. اختلم شهر للجنرال عمار الوزارة الداخلية. الكلام اللي قالوا اه السيد ريضا قريرة. خايف عليه غادي. موش خايف عليه من الجنرال السرياتي. مم. هذا عمر ولا سار. قالها خايف عليك. خايف عليك ايه? خايف عليك انا انا حاضر. خايف عليك انا حاضر في ها. مش مش قرية التقرير ولا. ما كنت كان هذا. صحيح. لان انا معطيك الشيء اللي حاضر عليه. حاضر عليه شخصيا. مش اه سمعتها ولا جوا يعني اه قالوا لي ولا نون نون. اهدي حاضر عليه شخصيا. فمت. وعنده مبرر جيلي اه بنا جريرة بشيقول اه علي سرياتي بشهد البن علي ملفوط. لا لا لا. هوا قارو. كنت اقول كفاهم من فتاش. لا لا هو تخوفه. تخوفه من اه اه خارج اش بدنا رحنا موضوع اخر. ديما نرجع للخبرة والمعرفة. مم. هو ممكن السيد وزير الدفاع الوطني تخرج طيارة. ايه ايه. طيارة مسلحة. هي ما هيش مسلحة. ايه. طائرة استطلاح هالو كورتر مش مسلحة. راهو تعرفش قال في مزايكة. تعرفش قرر يا ذا قريرة? قال ما فهمش الليكوبتر. قال ما فهمش الليكوبتر طلعت بالكل. نكر. وقال كلمت دي الرئيس. وقال شنية هاليكوبتر. قت له ما فهم حتى الليكوبتر. قال له ثبت. قال كلمت. وقلت حتى الليكوبتر ما تطلق الى مساحفها. واذا يطفل الاستنتاق متاعه. وفي مزايك ومسجق قدام الناس كل. لا لا. ويقول ما فهمش. يجيبه ابن علي سمحا لا لا سمحني. يقول ابن علي اشي يجيبه. يقول ميل علي سرياتي خلوظة. يسافوا عليه. يسافوا. ايوة اه. ها فهم الليكوبتير. لا لا شوف. شوف. الليكوبتير تمه. هيه هادا هو. لا لا. الليكوبتير طلعت مارتين. هم. للا استطاع بولي جرونت يونيس. فهمت ولا هادا يعني اه مهود. هادا نكرر او وزير دفائع. مهم الصباح ومهم العشية معنات هادا يعني اه واق. ممكن وقتا لنكر هدي كموضوع ثاني. اما نحكي لك على الوقائع طول. قدام الشعب التوسي والتهم عن سرياتي بتخدير ابن علي ايرا. اي. ما 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 عليش. عليش شنو مصلحته بشي. ينكروا يتراجعوا. شوف. اه ديما حاجة انا ديما ان شاء الله نقرأ ديما النية الطيبة معنتها. اه لعل في اه فاقي الفترة هذيك. نهوش كلام بتاع مدير الامن العسكري. لا 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 لا. خاطر طول مدير الامن العسكري حلل ويعطي معلوباتي. نعطيك حاجة على كلام وقع. اه من طرف وزير سابق. بيه. فامت والله وهو في الحياة المدنية ما عندناش علاقة بيه في تصريح ولللللل مزايك. علاش اه وكيفاش نظم الحوار متاعه وكل. اعطا تصريح يوم سبعة في تونسي بدو. وعطاعي يوم ثمانية تصريح في الشروق. وخرج يوم ثمانية في مزايك. يوم تسعة مشاه مارس. اه. قاع الاستنطاق متاعه. بيه. عند قد التحقيق. اه انا نسل كسؤال اخر. اه هل عند والدك عليه علي سرياتي جنرال علي سرياتي معلومات تخيف بعض الاطراف. وتخليها اه اتبعده على المشهد كومبليت مو وتعرض عليه اما السفر للتخلص منه او السجن. او قلت لك هي مش حكيت معلومات ولا حاجة. علي سرياتي الجهاز الوحيد اللي كان متماسك. ولي هو قعد ما ما تدخلش. حتى الاربعة الجنفي وبعد الاربعة الجنفي. هو الهيكل متاع الامن الرئاسي. علي اه اه جريرا جني اه 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 وزير دفاع يقول في تصريحاته وراه الامن الرئاسي فيه خمسالاف واحد. اه. وهذا غالط. الامن الرئاسي فيه الفين وسبعمائة في تحقيق. نعم. في موزيك. في اللي يحبهو. يقول رو خمسالاف واحد. هذوم هالفين وسبعمائة واحد قعدوا متمسكين حتى اليوم اربعتاش. دونك العبادة اللي حطت وعملت المؤامرة ضد علي سرياتي. تحكيه حتى على مندس داخل الامن الرئاسي. جيت المعلومة من عند ابن علي لعلي سرياتي. مش علي سرياتي قالها البن علي. ولكن ولكن علي سرياتي جنرال علي سرياتي قال برشة معلومات كنا نحكيه عليها وسمعتنا. صحيح. البن علي قصد تخويفه وترعيبه. هي مأساعة البوارج البحرية. ومعلومات. لا لا سنخلنا بدي واضحين. الليكوبتير توجدت. واحدة طلعت مع نص النهار وهبتت ما ساعتين والاخرى طلعت مع الثلاثة وهبتت مع الخمسة. ايه. واللي هبتت مع الخمسة هذية تعديت مع الاربعة بالضبط تعديت فوق حلق الوات. اه. وقربت من القصر. وشافوها الامن الرئاسي وبكالليتات بنيكة ذيكا علموا قالوا وراه قربت من المجال الجوي للقصر. صحيح. كان تنزل تضربوا عليها. شوف. الطيارات العاصر. هو هو المجال الجوي فوقه قصر كرتاج. ممنوع. حتى الطيارات المدنية ما يتعدوش عليه. ممنوع. دونك ثم فام تولى زون. فام تولى محدة ما 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 يتعدوش فوقها الطيارات بكل. اه. والطيارين التوانسة الكل اللي يعرفوها بالذات. وخاصة طياران يعني اه 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 الطيارين بتاع جيش الطيارين بتاعنا. دونك يعرفوها. مستحيل كان بشي يقرب. غاديك. قلنا هما المعلومة اللي جات. اما اذا كان هي تتشاف تتشاف. فمتي ولا حط عليك ثلاثة اربعة كيلو متر. والزوز الزوارق البحرية. فمتي. هذو ما موجودين. وعنا حتى تصور متاحهم. وفي الكتاب اربعتاش جون في لونكات. مم. وفي شي اخر زادة بالعربي. ومحتوطة فيه تصويرها متاع زوز بوارش. متاع الحرس اللي نشوفوهم في الحمامات. المواطنين اتوان سيشوفوهم في الحمامات. الحرس اللي يحرس. جاي وزوز زوارق من الحرس. مم. باتجاه القصر. ولكن السيد احمد شابير امفاه هذا الجنرال. موجودة ومشورة. وشافوها. فم معلومات ما 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 يصدقيهش اي واحد تقليل. هذي موجودة. هو بشيخصي. بشيخص في القصر. مم. يتنجم اجي زوارق. مش مش مشكلة زوارق. اما كفاش بشيخصة القصر. مم. هذا كان موضوع ثاني. لانا حتى الزوارق اللي عندي الحرس الوطني. هذي ما قلناش نحكي في حاجات وقاع موجودين. هاي. علي السرياتي صحيح. استغلهم. هاي هذي ما ننكروه. استغلهم. لا استغلهم. كيفش خرج من عليهم. كيفش خرجوا من البلاد. كلهم موجودين. كلهم موجودين. كان يمفي فيهم. شم. لا لا هذوما حاجات موجودين. وخمسالاف واحد من من المواطنين اللي جايين من شيرة الكرم. وصبعالاف جايين من من شيرة تونس. وهذوما كانوا باتجاه القصر. وجات المعلومة. علي سرياتي. اخذها. اخذي اخذها. علي سرياتي من قاعة العمليات. هذي شيء مسجل في قاعة العمليات. وظهر لي التحقيقات. وانتي شفت فيهم. سألوا اعوان الامن الرئاسي. وسألوا رئيس قاعة العمليات. واكدهم الكل. واللي هما جاتهم معلومات. وذي حكينا فيه حتى وقعها. بتترقلنا الحكاية الخمسالاف وكل شيء. نعتيك اكتر دليل. ليس زليك رئيس مرافقة. نعم. هكي اولي? نعم. وقت اللي جاي خارج علي سرياتي من القصر كلم ليس زليك. قالوا وينك? قالوا انا توهاني فالرنبوعة متاع المرسا. وتجمهر كبير متاع مواطنين بشي هجموا على القصر. يزيد اكد له. هذا الكولونين ليس زليك. شوف. مونجينيرا قال ما فهمش من هذه. شوف. العدد خمسالاف. العدد خمسالاف شوف. هذي هي المشكل هي. هي المشكل اه انا ديما نتسأل. الانسان يمر بسيارة معينة. نعم. في الطريق. مطلعيش كان وقفه وبقى يعني يقيم تقريبا جدش. مهم. هو جاته معلومة ايه. واذا كان جاته معلومة هذي هي المشكلة هي اللي هنا يا. المعلومة هل اتحققنا منها ولا? يعني احنا نهرتها. الاف المعلومات تجين. او في جابس اجتمة. او في الجنوب اجتمة. او في بنزرط اجتمة. او في تونس اجتمة. او في الملسين اجتمة. يعني سريطي الكل وتوقف على خاطر شكوك. هاكم اتفقتوش فيها المعلومات هذي. الموضوع هذي كل ثم معلوماتك. كثيرة. ثم الغث وثم السمين. ثم الصفحة وتم الغلب. ثم اللي. يعني يعني الراجل محكم عليه عشرين سنين بناء على شكوك ولا شو? انا دائما عندي ثقة في القضاء. ويعني ان شاء الله اللي عنده حق ياخده. انا طوما نجمش. اه نعطي. الحكاية عند القضاء. نحن ندخلوش في اعمال القضاء. ولكن انتم اللي وقفتوه نسأل فيكم. نحن يوقف وقفه سيد وزير الدفاع ما هو شاحنا معنا. انا ما داخل ندخل في الحكاية هذي. هذي فما بطاقة الاهتمام سري. هم. الى سيد وزير الدفاع الوطني. من السيد احمد شابير. من السيد احمد شابير موجودة عنا. ويقول فيها وانه سجل في من 14 الى يوم 16. خلالها قيام افراد من جهاز الامن الرئاسي. بعمليات تلق نار على المواطنين ودمرية الجيش الوطني وقوات الامن. وهذا وتم التحفظ على سيد علي سرياتي المدير العام الاسبق. الامن الرئاسي والقبض على مجموعة من اعوانه. وتم التحفظ عليهم بحملات الايقاف بالقاعدة العسكرية بالعوانه. من قبل ما تقررنا كل شيء. لا مش نقرر كل شيء. المهم. المهم اللي هو هذية كلهم بعد. جيوب عليه سيد جنرال. واللي هي كلها افادات وشكوك. ولم يتم اتاكد منها. ومع هذا. هذه هي الوثيقة الوحيدة. اللي وضع على توجيه التهمة التآمر على امن الدولة بها العلي سرياتي. ولي يوم من هذا نزل في الحبس. شنو تعليقك. لا اشوف. هو فكل الخضم هذه ديك ديما نحط ديما الاشياء في اطارها. واختلت جي معلومة. في ظرف ما ما عندكش الحق بش يعني ساعات لعندك الوقت خاصة انك تولي اختيرة. مهم. لعندك الوقت ولا عندك الامكانيات بش تتحرق فيها. مهم. فما عليك الا انت باللخ وبعد تتحرق. بيه. اخوات. بيه اه في موضوع القناص. كنت تسمع في الجنرال اه شابير انفاء تماما وجود القناص. بش نجو. سمح. اي معها. نكملك السؤال. مفاء تماما. قال ما فهماش قناصة ذو موش موجودين. لا اجانب ولا توانس. بيه. مش نبدأ بالنجابة بينما والدك. والدك قاد. مش والدي. اي. حتى والد. اي. 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 شفتها. اي. يقول توقفر ان مجموعة ارهابية تمكنت من تسلل عبر شريط الحدودي على مستوى رديف. تمت بمنطقة راس الكيف محاصرة مستودع قرب القاعدة جوية بقفصة. يتحسن بها اربعتاش فرد غرباء على المنطقة. ويستعملون سيارة معدل كراء. نوع كذا كذا. وقد تبين انهل الملك المدعو فلانفوليني. وبمدهمته ضبطه بسدد اجراء اتصال هاتفي مع اجنبي على الرقم. كذا كذا كذا. وقد اتضح انه من بين الاربعتاشر فرد مدعو فلانفوليني. مع الاشارة. وان المعني تورت سنة الفين وثمانية. في الانتماء الى تنظيم ارهابي. هذا يتابع راهو الوراق اللي تتحال بهم علي سرياتي. اه مون جنرال الكلم انتعك ياكد وجود القناس. انت بيدك اه. لا لا اشوف. اكتبته. وعلمت بيه القيادة. لا هذا يوقتاش. فنو تاريخ. يوم ستاش. ايه? يوم ستاش. ما هوش ما هوش ما هوش فهمت ولا يعني اه يعني قبل الاربعتاشر. يعني فهم قناسة بعد اربعتاشها. ولا فهم مش قناسة قبل الاربعتاشر. ايه هو الاندة من اربعتاشر الستاشر. ايه. انا اي اننا لم اذكروا انهم قناصة. فما الفرق ما بين القناصة وعمليات او عمليات ارهابية. القرال العنصر ثالث عليه سرياتي. فسي علي سرياتي قرر ان القناصة عناصر اجنبية متسللة. اي. ايي. هل عساس يقصد في عنصر ثالث هو لي بتث الفتنة. يومي انكروه. الكلام سي سبير يدل على انه العنصر الثالث. العنصر الثالث. اذا كان هي مجموعة ارهابية تولي. احكيت على اجانب. ايه. لا لا مش اجانب. لا عنده اتصال بالاجانب. يعني احكيت على وجود اجانب. اتصال باجانب يعني فما اجانب. هذا فمتوا الا القضاء واختليش هدن فمتوا الا الا والمعطيات موجودة دونك هو اللي مش يتولى البحث بيخرج. انا من اجمشنا لا لا انفي ولا واكد. هم? تعليق. تعليقي نحنا قلنا شوف اه. خاطر نفتح بالله قوس لنا. لانا مع الاسف جهاز الامن العسكري ليس بجهاز بحث. احنا وقتلنا نشهد واحد ما عناش الحق مش نستحوض بيك عسكريين. حتى نستحوض بيك على ذمة على ذمة القضاء على ذمة القضاء اما ما يوقعش لاستجوابه ولاستنطاقه من طرف الامن العسكري. اللي ما نجمناش نجاوبه عليها. عليش تم القبض على اه اه. لا اخر من هذية. اراه علي سريعتي يوقتي توقف. بعث له له عميد من الامن العسكري. بتعليمات من السيد جنرال شابير. اللي هو عن طريق لا لا فهم واحد اخر مبعد. فوزي العلوي. فوزي العلوي. اللي هو عن طريق للسيد الوزير الدفاع بانسور. انا ما شوف. محترامي انا عسكري. وبابا عسكري. وكنا عسكر في الدار. محترامي بالنسبة لينا جنرال شابير ما هو الا طبق تعليمات. وفوزي العلوي. وجنرال عمر. الكل ها طبقة التعليمات. بالنسبة لينا القرار كان سياسي. وتوجيه تهمة التآمر على من الدولة لعلي سريعتي كان سياسي. لكن هما نفس. التنفيذ كان وقت يبعثوا فوزي العلوي لعلي سريعتي. هزوه من باب سعدون. ابن العوينة هزوه لباب سعدون. قعد غادي نهارين. في نهارين هذوكم علي سريعتي يتفرش في التلفز. يشوفوا رحوا يحكيوا عليه وانه هارف في بن جردين. ايشع. شبه ما كذبوش? هوا عندهم هوا. عليش ما كذبتوش موجيني. شبه ما ما كذبوش? عليش ما كذبتوش. اشعة اه القبض على على والمواجهة ما بين الامن. علي سريعتي شبن جردين. هنا بش تجرني الى موضوع اخر. اللي هو? مع الاسف. اه. الدولة توسية. عندها نقطة ضعف. هالحكومات اللي تولت من الاستقلال الى حد الان. الاشعة كانت مقصودة. ايه. مقصودة. 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 خطر عنا التعليمي. اما اوش عنا الواحد. عنا يقول سيد اه سامير العبيدي. وزير الاتصال انا ذاك. يقول كلمني سيد ريذا جريرا. يوم اه خمستاش. معامل نص نهار. اه. اعلم وسائل علام. المرئية والمكتوبة والمسموعة. معادش ياخذوا معلوماتهم. الا من عند وزارة الدفاع. والنيوز بار. هذيك اللي فاها علي سرياتي هيرب. قالوا نيوز بار هذيك التابعة اما احنا نعطيوكم اش تحطوا في نيوز بار. مه. ويقول. لا لا. قال لي راهوا فما انقلاب. رانشان ما مريح انقلاب. لنهار خمستاش ما نص نهار. بعد سيد مبزع ولا رئيس الجمهورية راه. واضح. بل لا انا ما خليت نش كمل للتعليقي فهمتوا. لا لان هنا موضوع هام جدا فهمتوا. وهذا يعني اه. ثم ضعف فادح في سياسيين في مخصص الاعلام. واضح. لا هو هو الاعلام. لا لا هو 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 الاعلام هذك فك الخدم هذك واختلت ولي ثم اي شاعة كامين الاجدى بشوقع تكريبها. مه. لو كانت فهمتوا الله هناك. هذي مهمتكم انتم. لا مش مهمتنا. العسكر. فاكل الوقت هذك مش مهمات. نحن. لا اوش نجاوب على حاجة. ثم دولة قايمة. سمحني بالله هنا. ثم دولة قايمة. واحنا كعسكرين نلتزموا حدودنا. واضح. ونقوموا بهمتنا. والامور السياسية والقضائية عندهما لها. واضح. سي محسن الرحيم مدير التشريفات. وعنا هذي مسجلة. كومينيكاسيون. وعنا الترانسكريبسيون بتاعها. يوم خمستاش مع ستة تلعشية. مع الخمسة تلعشية ساعة تصل بوزير دفاع. ومن بعدها معا شي حبي عمل تكذيب. ومن بعدها معا ستة تلعشية يكلم سيمير العبيدي ووزير الاتصال. وتقوله فما بقوا في الفضائيات معتها واحد انتوكس. اللي تقول وانو علي سارياتي هار في بنجردين وانو فما مواجهة ما بين الأمن الرئيسي وهو كده. ينزمنا ماذا بينا نكذبوها لشعب. قالوا الاخر نفهم فيك. قالوا تفهم فيها وليه. قالوا نفهم فيك. قالوا نحبوها نكذبوها رسميا. باش نهديوه لخواتر. باش الشعب يهدى. واضح. بيه. واضح. موقع عشتك برسم. اه نكملو حوارنا مع جنرال احمد شابير مدير الامن العسكري السابق. باش نسألك بعض الاسألة اللي تعاوننا على الفهم فهم الاحداث زادا. وتحليلها. مثلا سامير الترهوني. اسم اخر تردد بقوة في الفترة هذيك. سامير الترهوني شكون اللي اعطاه الامر بالقبض على ترابلسين. هل تصرف تلقائيا من تلقاء نفسه وكان بطل في هذا. ام انه ثم شكون اعطاه الامر. هذي لغز اخر. بمعرفتي لي اه قوات اه الامن يعني اه الوطني وانضباطها. فهمت ولا. خاصة في مستوى الاطارات. اه. فهمت ولا. يعني انا استبعد جدا 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 باش تكون العملية تلقائيا. مايش تلقائي. هذي استبعد. منيني نجم تقول. 99.89 لا لن تكون تلقائيا. جيتوا اوامر بشيء تلقائيا. لان الموضوع فكال هذيك. فكالظرف هذيك بالذات. يعني غير وارد. باش انسان فكالمستوى هذيك فكالخطة هذيك فكالحاجة الحساسة هذيك. يعني لو كان هو منتشر سابقا في المطار ممكن واخذيه القرار اه 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 ممكن نمشي معك. في التحليل هذيك. اما بيش اخرج. من القاعدة امتعه. وبنعلي مزيل. اي 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 اي. وبنعلي مزال يعني ناس كل تؤتمر باوامره. اي. فهمت ولا? هذي مستحيل تقريبا باش يكون يعني قرار شخص. مين تنجم تكون جيه اوام? احتمالات. يعني من بنعلي. ما جيه كان يعني من ملقصر. لان 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 هذي مش نعطيك حاجة يعني معروفة هذيه وانس كل يعرفوها. وانا الاوامر اللي كانت تصدر ملقصر والتدخلات اللي كانت جيه ملقصر حتى من موظف بسيط. مم. كانت فهمت ولا تنفت. يعني ملقصر. مع الاسف. مع الاسف. لا. اما هذا ملجبش تكون في سمير طروني بش اخو معتها من مستوى صغير برشا. هو عقيد. معتها في الوحيد. لا لا لا. لا لا لا. ما تفهمنيش غلط اللي قتلك يعني ما تكون كم ملقصر. ملقصر تنجب. فالمستوى هذيه. لا بش تكون يعني. متنجبش تكون من بن علي. من مستوى معين فمت ولا. مستحيل بش تكون يعني من تلقاء نفسي. هده يعني. فالمعبعد بن علي اذا كان هدهية موحدة بمستوى معين. معتها علي سرياتي. خب. معتها علي سرياتي قاعد ثلاثة سنين في السجل. إنّجم يكون علي سرياتي. لا 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 لا. لا لا. سيجد ما حبش يقول اللي اللي راه بعث سمير الترهوني ويقول لي بطل انجم يكون علي سريه تقرwideektه? انجم يكون اه انجم يكون الرئيس بيده. ما يعني عطي تعليمات بالافراج العناتة?нова ويكون حدم العائلة. التعليمات مذاذي بالافراج عناه وتسير اه؟ انجم يكون حدم العائلة من العائل ما تنساش زادة فضل العائلة. فضل عائلة ما معرفتوش المعلومة ους. اهنا ما عناش المعلومة هذه. مع لاسف. غريبة. غريبة. ليس على السف. يعني ما يستبعد. اما يستبعد باش تكون يعني آآ مبادرة فردية معنتها. مه. فك الظرف هذاك. يعني باش واحد يهزك القوة هذيك ويخرج بها. ويمشي فهمت ولا عشرين كيلو متر. عالش تتمرد في مصر ولا في آآ في موسوريا ولا في بلايس تمرد متاع بعض الضباط وقولوا هذوما ضباط الحرار وتمردوا و هذوما ابطال. عالش في تونس ليه? سيد مير تو نرجع له. خلينا نكمله مع جنرال. هل صحيح انه عماد الترابلسي عرض على العقيد اليس المنكبي. مناكبي. مليارات. اليس المناكبي. المناكبي. باش باش يحرروا ويخليه سفر. اغراه بثلاثة مليارات وقت لي انت امرتوا باش يتسلمهم. يتسلم الترابلسيه بما فيهم عماد. ويجيبوا للقاعدة العسكرية باش يعتقل. بلغني الشي هذي انا. صحيح. صحيح. عماد عرض رشوة بثلاثة مليارات مقابل والله. ويعني لحسن الحظ فامتوا والله يعني. مستجابش العقيد دليس المنكبي. ولم يضعص فامتوا والله. اه. ويعني حقيقة هذه زادة للامنة. يعني اه. المنكبي كان عنده دور في ايقاف اه يعني العائلة هذيك. كان عنده دور في ايقاف عائلة كرابلسي. نعم نعم. لانه رفض. لانه لا مش رفض يعني بالاساس اما تلك اه في في تنفيذ الا الامر. لين يعني وضحت الرؤية فهمتي ولا واخدت تعليمات باش يعني يحتفظ به. سمحني. لان كانت النية في الاساس هو تمكينهم. هو مقبضش عليهم هو. تمكينهم. مقبضش عليهم هو. لا لا هو سلمهم. سلمهم. اما موش يقبض عليهم. سلمهم. هو كانت النية ترحيلهم. بامر من وزير دفاع. اي. كانت النية ترحيلهم. كانت النية كانت النية تمكينهم من طائرة وترحيلهم. فهمت. لا الى مطار اخر. هو اعترب. هو اعترب. هو تركى في الاور وبعد رجعني. وقت قاعد. ودخلنا فهمتنا باش حبسنا للموضوع. حسب رأيك او حسب معلوماتك ايضا. بن علي حكم بعد ايام من الثورة او بعد شهر او بعد مدة من الثورة. واصل الحكم انته عن طريق الاتصال باعضاده. الاتصالات موجودة اما ما حكبش. وقت اتصالات. اي وقت اتصالات. محكمش حتى نهار بعد الثورة. لا معتقدش. اه اه يعني ثم يظهر لي اه وتسجلت حوالي اربعتاش مكالمة مع محمد الغنوش بعد الثورة. هو المكالمات دي ما توقع. هدى حد 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 ما ينجم اه يمنع حد باش يتصل بال. محمد الغنوش كان يحكم بعد الثورة. محمد الغنوش مع الاسف رجل فهمتو الله عنده كفاءة فنية وعلمية في ميدان التصرف. لكن في رأيي يعني اه سياسيا اه ولو انه بعد ما عاش مسؤول يعني من يوم خسط مستاش وقت لا تولى يعني سيد فوادل مبزع الرئاسة اه هناك ثم كان وقع فراغ. النجم اقول لك فراغ سياسي. والمفهوم يعني الكفاءات السياسية المحنكة فهمتو الله هناك فراغ. مكانش يحكم يعني محمد غنوش كان ضعيف القبضة انتاعه ضعيفة. والله يشوف اه من نجمش موصف اللي هو ضعيف او غير ضعيف انا دي من حكم على الافعال. مهي وضع. مهي. يعني هناك تنازلات كبيرة تنازلات كبيرة اللي فهمتو الله ممكن يعني كانت تكون بطريقة اخر. اه ايضا بن علي اتصل بريضا جريرة بعد بعد الرحيل. بعد الرحيل اتصل به. ويعني اللي بلغني حتى في صوته ما كانش عادي الرئيس. وفي الطيارة. شبه مخدر. كان صوته يعني لسان رزين. مه. فهمتو الله. لسان رزين فهمتو الله. منيش? فهمتو. منيش ما. نجم يكون كان مخدر او. هنا كل شي وارد. انسان لسان رزين فهمتو الله. وهذا ما 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 نحطوش على يعني كاهل الاحوال الجوية لانا بعد فهمتو الله ثم انسان اخر تكلموا وبلغنا وصلنا الصوت متاعه طبيعي. مه. تكلم هو جنيرال عمار وقال جنيرال عمار على كيفية على كيفية. وقال وريضا قريرا قال الله وكلام لي مخدر. وقال كلام لي خمسة ما معتا دقيقة. هكا هو تقص التليفون. خرجوا الاتصالات. هذي فهمة سيستام يسجل للطيارات. اي امريكية شركة امريكية. ويقعوا عددوا ثلاثة مكلمات مابين بن علي ومابين ريضا قريرا. خمسة دقائق وخمسة دقائق وثلاثة دقائق. ثلاثة دقيقة. كيفاش الرجل مخدر وحكي معها ثلاثة دقيقة. وحتى في التحقيق سألوه ريضا قلو له اخي كيفاش هكا ثلاثة موكلمات مع ابن علي. قال لهم السيستام بتاعكم امبان. اي قال اي قال. قال مكلمة واحدة. وتقص. اتكلم مع برشة من الناس. اتكلم مع شاسمه محصر رحيم الطايرة. اتكلم مع شاسمه جنيرال عمار. حتى واحد مقار راهو يتلكون. ولا مخدر ولا يحكي كدرك يفاش. واكثر من هذيه هذا نحن. وانا قايد الطايرة ببيده. قال ابن علي جاء وكان فيه صحة جيدة وقعد بحثينا في الكوكبيت. في الكابين في الكوكبيت. وكان فيه حالة جيدة ولبس عليه. وكان يتكلم له. سمير قاعد ديما عنده المراجع الخاصة يعني كتبيا واجابت يعني شاهدته. قابلت الناس كله. قاعدة طايرة حكيت مدي لهم. اللي اكد لك. هذي اكدها. اللي هو في اتصاله الاولاني مع ريضا جريرة ما كانش في حالة طبيعي. ما كانش في حالة طبيعي. مع سمحني. سمحني. شو شو. سمي. سمي. اللي يتكلم هو مدير الابني العصري. من المطروب ان تشون معلومة. على لسان ريضا جريرة هو قاعد يحكي. لا لا. لا. على لسان ريضا جريرة انتي تحكي. اللي سان ريضا جريرة اللي قال اقتل ابن علي علي سرياتي بش يقتل واحد من الفوق من الطائرة. سمحني. اللي يشكك يخون في علي سرياتي. لا لا مش هذا. لا لا. لا يخون في مدير امن الرئاسي راه. اللي بجنبه ابن علي كان هنا بش يقتله. هوا بجنبي. لا لا لا. هذا راه مختير ياسر راه. ما تقولش حاجات حتى حد ما قاله. قال وقفت علي سرياتي بشكوك وتخمينات. هذا موجود. هذا عناش تحقيقات. احنا نحكو على حالة. عنا نحكو على حالة الصوت اللي وصلت في المكالمة. الى شبه مخدر والثان وثان وثان. قال مرة كلامني. هوا عنا بالثبات اللي هو. هذا كموضوع ثاني. هذا كموضوع ثاني. شو ما. عدد المكالمات موضوع ثاني. كيفية المكالمة. اكثر من هنا يا حامون جنرال. الوقت اللي قال فيه ريضا جريرة. كلامني بن علي. بعد ما تطلعت الطائرة بعشرة دقائق. كي جاو يثبته بما القاوش. اول مكالمة ما بي ريضا جريرة. ومبن علي. بعد ساعة. بعد ساعة. واضح. صحيح. بعد ساعة. ها هو قال لهم عشرة دقائق بعد ما طلعتهم. بعد ساعة. لا بعد ساعة. لا بعد ساعة. اه. ثم ثم شخص اخر تم ايقافه. طريقة غامضة زادة. هو سامي سيكسين. قاع ايقافه. ستاش نيوم في مكان معزور. قطعوه على العالم. قاع ايقافه في الثكنة. واختفى. قبل ما نحكيه عليه. نشوفه شكونه. سامي سيكسين. سامي سيكسين مولود في المكنين من ولاية المونستير. تخرج من الاكاديمية العسكرية عام اربع وتسعين. والتحق لقصر قرتاش كاموليزم. ومن ثم برتبة عقيد بالادارة العامة لامن رئيس الدولة وشخصية الرسمية. مكلف بحماية القصر الرئيسي. خطط رئيس الادارة الفرعية للحماية الامنية. مديره مباشر عدنين الحطاب. الي رؤسون مدير العام للامن علي سرياتي. نهار 14 جانفي. وبعد اقلاع طائرة بن علي للسعودية. سامي سيكسين ملقاروحه مسؤول رغم عنه. بما ان وقتها على رتبة في القصر بعد تغيب رؤسيه المباشرين. كلم سامي سيكسين من الوزير لول محمد الغنوشي. واقنعه بشي التحق بالقصر هو وفؤيد المبزة وعبدالله قلال. وقام بالتنسيق مع التلفزة الوطنية بشي عادي بيان استلام السلطة من طرف محمد الغنوشي. تم ايقافه نهار 19 جانفي 2011 في العوينة. من قعد 16 يوم من غير محاكمة ولا حتى استنطاق في زنزانة فردية. وبعد مخرج تم تجميد نشاطه بنقل طول الادارة المرور. بعد مدة طويلة رجع للامن الرئيسي كمدير عام لامن رئيس الدولة وشخصية الرسمية. لكن الرئيس محمد منصف المرزوقي تم تكليفه بخطة مستشار اول لدى رئيس الجمهورية. عليش تم ايقاف? عليش وقفته? هذك وقعت وقيفه بامر معنته. بامر من شكوه؟ اه يعني انا جاتني التعليمات يعني مش التعليمات يعني المعلومة او يعني القرار اللي هو وقع توقيفه. وانا خبرني به رئيس اركان سابق. سي اه جنرال عمار والامر بيقافه? عليش? ايه. لا هذا كما ما اخذ القرار وقت الله هو في الداخلية انا ما عنديش علم. عندي علم بيتوقفه. عليش? ايه. عليش فهمت لهذا كمدر وقت. لا عليش نجم يكون كيفاش انا 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 سيكسال. حتى الاسم مختلط اسمعته في الاول يعني ما يعني غير يعني متعرف بيه. ما كنت له مشكون وازا. سيكسال ما جاي لسمي. هذا مهم ليش. عليش تم ايقاف? اه هذا انا من جمش جاوبك عليه. معلسف. من جم جاوب عليها. شوف. عليش تم ايقاف? واذا من كلام عن تامي سيكسال? كيفاش اه معنتها? ايه تفضل ايه. ما عندوش علاقة بالعسكر ويعرف مجرد ام العسكر. ايه. انا ما صادر يشوف. عايش تم ايقاف. ليش تم ايقاف? حتى منهم مجنرال شعرليل مشي بحياء للي قابلته. عليش تم ايقافه. بقتسار خت? عباد ما مشيتش قابلته انا. علاش تم ايقافه؟. نحن هاربين من الإشاعات والكذبة راهو راهو العبد ميشفيقة دونك جراء الكذبة ذي كلمه قاله ماذا بينا راهو باش العائلات الأمن الرئاسي راهو تحطمت ماذا بينا تعمل تكذيب غزاله وقاله شكول يحكي معاي قاله راهو سامي سيكسالم الكلاني اللي جيبك فعطاك الرئاسة قاله عايش والدي من هو هكما عايش تكلمني وراهو القضاء طي يقول كلمته وشكول عملش مما كون معملش مع العلم وانه وقع تعيين لجنة من الجيش ومن الأمن لجرد كامل اللي يسمعوا الأسلحة والخرتيش والعباد في الأمن الرئاسي ولقاوهم كاملين وذي بيشهد التوفيق الدبابي اللي يشهد مدير الأمن الرئاسي وكلم جنيرا العمار وفما اللجنة مصحة في الشي هذا فما حاجة أحب أن أقولها كلمة العباد بكري قلته خايف من علي سرياتي أنا يظهر للعباد اللي يخافوا منهم من كل حطهم في الحبس علي سرياتي حطوا في الحبس سامي سيكسلم حطوا في الحبس سامير طرهوني زادت وقف ره لو لا جنيرا العمار بيش خرج سامير طرهوني روما ليقاف ما يخرش التصريحات الراجحة حول انقلاب عسكري في صورة فوز النهضة بالانتخابات ما مدى صحة مجرد لا مجرد هذي كمجرد تخمينات مش صحيح شنو علاقة رشيد عمار جنيرا رشيد عمار بحركة النهضة وقياديها قبل الانتخابات شوف هو يعني ما هوش عنده علاقة ولا جاوبني باختصار وبكل سراح ثم علاقة يعني شو معت علاقة علاقة خاص من بين كل الأحزاب لا مش علاقة خاصة يعني هنبش نقوله علاقة خاصة يعني تولي ياسر خاطر النهضة وقتاش رجعت وبرزت على الساحة كان يعني بعد خاصة بعد عودت خاصة بعد تصريحات الراشح يعني ثم 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 لقاء جماع رشيد عمار جنيرا رشيد عمار شيخ راشد غنوشي صحة ما ديش بالي في نادي الضباط بالبلفيدر صحيح هذي والاي؟ يعني ما ننفيهاش سحيح ما ننفيهاش شنو فحو اللقاء دي؟ هذيك والله أجاله أم اللقاء تم معناتها وعادي أنه يتم بين حزب مزيلت الانتخابات وقتها مصرية وقته وقته تمه يعني بحضور سيد وزير الدفاع معناتها وهناك فهمت و لا تمه وزير الدفاع هو اللي مسؤول في الأمور هذية هو المسؤول الأول معناتها فهمتها هو المسؤول الأول اذا كان يقع أي اتصال يعني هذا مفهماش مانع باش يعني وزير دفاع يتصل برئيس حزب ولا أعضاء حزب معناتك كنت مدير عام للأمن الوطني بوزارة داخلية انطلاقا من فيفري 2011 وخدمت مع أغرب وزير داخلية ربما بالنسبة لبعض توانسة أغرب بين ظفرين وأكثر وزير محبوب زادة هو سفرحات الراجل شنو رايك فيه؟ شوف يعني مع الأسف هو وقت اللي أخذينا المسئولية فكل فترة هذيك كانت البلاد تمر بأزمة كبيرة لا أجاوب نديرك مون جينيرال أنا نأخذ السيد وزير السابق على القرارات الإخداء فهمت ولا بالأساس تم ثلاثة كانت تسمح ونعتذر منه إذا كان نأخذ عليها تطور لأن نتيجتها ظهرة ما يشباهي أول حاجة فهمت لا هو حالة بعض الإطارات خاصة الإطارات السامية والمتوسطة على التقاعد الوجوبي والبلاد في حاجة إليه خاصة كل شي تنجم تمسه إلا الأمن ما تنجمش تمسه فمت ولا في الأمر هذي ثانية حاجة هو فكل فترة هذيك فترة هذيك أعطاء حق النقابة أعطاء النقابة فكل فترة هذيك كانت غلطة؟ الخطأ الثالث هو يعني إقرار عودة كل الأمنيين اللي وقاع يعني عزلهم بجميع أصنافهم وعليش؟ شنو الخطأ فيه؟ لا مخطأ ثم ناس اللي عندهم جرائم حق عام آه واضح في حكم الوظيفة العمومية ما زميش يرجع واضح واضح يعني تجاوز القانون نعم فم شوية ما نقولش تجاوز القانون أما ممكن استعمال يعني مفرط لسلطة الوزير معناتها يعني فم حالات حالات مهما كانت المظلومين هذك حتى حد ما حابدهم وإذا كان واحد عزل ظلما يرجع فم ملف كبير من جنرال ويليت تكون صريح فيه هل صحيح أن تونس هي التي ساهمت مساهمة كبيرة والأكبر في إسقاط معمر الجذافي وبدونها كان لا يمكن ويستحيل إسقاط والله كان عندنا دور دور كبير دور شيء طبيعي فهمتها لا وهذا يعني في وقت الله كان يسير كان يتم في السر وطواء يعني يقع الإعلان عليهم معناتها اللي صرح به السيد يعني فيه شيء تمثل الدور هذي الدور هذي هو هو تمرير كلك المساعدات فهمتها لا للثوار عن طريق سلاح ايه كل شيء سلاح سلاح كل تعدى من تونس لمساعدات الكل بجميع أنواح وخاصة سلاح نحكيه عن سلاح سلاح وغيره يعني ثم ما صارت تقول أنه ثم جسر جوي صار بين قطروا تونس باش يمر سلاح ذي الجرجيس ثم نقلوا إلى ليبيا وأنه ثم سلاح قعدت في تونس ما متصرب لا وانتي كنت معارض العملية هذي باش يبقى في تونس لا لأن فهمتها يعني كل ما يأتي هو يتعدى اسكورتي حتى للحدود سحيحة فهمتها عما السلاح هو رجعنا من ليبيا أو تخلنا من ليبيا من بعد هذي كموضوع ثاني فهمتها وهذه عملية عادية أنه يمر جسر جوي وسلاحة وسلاحة عدم هو إذا كان ثم قرار سياسي والموضوع كل قرار سياسي لأن الاتجاه في الأول كنا محافظين على تنجمة تقول عدم التدخل في الشأن الليبي نحن نتر ما لا مع هذا يعني يعني عادي جدا فهمتها أما بعد وقت الله فهمتها قرار سياسي ما على العسكريين إلا الامتثال عادي ما فيش حتى هذا قرار سياسي هذا هو أهل السياسة علاش خذوا القرار وغيروا بعد من قرارهم هذا كموضوع ثاني والنتاج أنا قاعدين نشوف آخر حوار بش نعملوه مع ضيفتنا ضيفتنا فادية حمدي مرحبا بيك عش أهلا وسهلا فادية حمدي فايدة حمدي أنا جمش نحفظ فايدة حمدي بعد الثورة وبعد الحاد هذيك توانسك كل تقريبا شي تنوك نس كل تسيب فيك نس كل تكرهك مش كما طوى نوعا ما نس ولت شي تنفل بعزيزي العكس المرحوم أبو عزيزي الله يرحم بعد قداسة كبيرة للمرحوم أبو عزيزي أولا سؤاله لين هل صحيح أنه مرحوم محمد أبو عزيزي قال لك كلام بذي تخليك تعطيه كف ديريكت وقت لأنتي حبيت تطبق القانون على البرويتة نتاعه اللي يبيع فيها في الخضر أنا ما عطيتوش كف أنا ما سمعتش الكلام البذي ما قال لكش كلام بذي أنا ما سمعتوش أنا ما سمعتوش ما عملت أنت بالضبط معطيتوش كف الكف مش موجود والكلام البذيء أنا ما سمعتوش كيفاش تصرفت معه تصرفت تطبيق القانون أنا عونتن فيه فما ما كان ممنوع فيه الانتصاب طبقت القانون يعني بش نمنوع هذا يخليه يحرق روحه لا ما حرق روحه وخطرنا منعطو من الانتصاب ما عليش حرق روحه عملية الحرق صح يتم بعد برشة حاجات ظروف اجتماعية ظروف نفسية وعملية الحاجز أنا كحجزت له وحب يمشي قابل الوالي ما خلوش يدخل الوالي مش عنا منعطو وقت حرق روحه تلبست أنت لبست كل شيء وتلبس لك كل شيء بتبيع لبستها أنا منك بلا يحرق روح با الناس يحكيوا على كف ويحكيوا على كلم على كلم بذي ما هوش باي قالهولك لحكاية الكف صارت من أقبل ليحرق روحه بازيزي أنا العملية يعني مناقشة من بيناتنا ناقشة من بيناتنا حكاية لحدش نتعن الصباح البازيزي يحرق روحه مع الماضي ساعة يعني ساعة هما أنا ما زيت نستنى في التعزيز في زوملاء بش يجوه عزوني خط رقاع منعي وتصدي ليه وتجرحت بالميزان شكوني اللي تصدي لك بازيزي 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 دونك استعمل معك العنف هو استعمل معي العنف موش ينا استعملت معي العنف إنا نستنى في التعزيز بش يجيني بش يحزور يعني تجرحت وضربك تجرحت إنا تجرحت من صباح وقت لي هو منعني بش ننهز الميزان كيش بد هو الميزان ميزان جرحني قبلها منعني بش ننهز الصندوق نتع لنجاس نحطه في الكربة لأنه محشوز منعك بالعم ما ضربته وش بكف الكف كيف بقى دي ما هي في الكتبة كتاب دا سخيرة تكبر برشة تولي يصدقوها الناس تعرفوا أنت محمد بو عزيزي المرحوم قبل اللقاء ذاك نعرفو كام موجود منتصب شنية تعرف عليه شنية تبيعت دي شنعرف شخصية بي ندمت علي عملته معه طوى بعد ثلاثة سنوات شنو ندمت أني طبقت القانون ندمت على تصرفك معه شنو أتصرفي معه اللي عملته معه شنو أتفك له الميزان أحجز له تطبيق القانون ما ندمتش ما ندمتش رغم اللي صار لك كل رغم الحصار اللي صار لكم أنا ندم على خدمتي خدمتها صحيحة لو كنت تعرف أنه خدمت كذيكة كانت مش تأدي لهذا كل مش تغير تاريخ بلاد كاملة كنت تعاود تعملها العمل أي مصر مصر رغم أنك نلت أربع شهور حبس وتشايتنت لأنه دي ما فما كبش في دا وتعبت شوي لأنه دي ما فما كبش في دا لأنه دي ما أنا من الأول قاله ومرأة ضربت الراجل ووليسة ضربت راجل دي ما بش يعطو سورة استدعاف للمرأة المراة ضربة راجل يعني تنقيس للمرأة تنقيس لأنه في الموروث الثقافي دي ما المراهي الأقل هي اللي تتضرب هي بتتبيع وزيت بوليسة بوليسة يعني دي ما يعتو السلطة يعني السلطة استعمال يعني العنف لنا نحن نحن نطبق القانون أما كي تعمل ذلك العنف نرماء شكون أمر بسجن شكون قضاء أو قرار سياسي من طرف شكون من طرف بن علي بن علي بيدو أمر بسجن خاطر أنا توقفت يعني توقفت مارتي توقفت المارلولة يعني كمحافظة عليها نهار 17 وقت لي بعثت لي إطارات داخلية بشبه ثوني به وبعد كي قابلت وكي الجمهورية ممثل نيابة العمومية لقد لقضية في الموضوع ومع ذلك مع ذلك نهار 28 وقت لي قابل بن علي مشاري بو عزيزة في مستشفى الحروق البريغة بن عروس قرر بش يوقفني وكل ما عملته أنك تبقص خانون فقط لا بعث لي فرقة الجورجين هو مجوني غادي وقفت فما قضية ضدي مرفوعة ضدي القضاء ترفعت نهار 21 وانا خرجت نهار 21 وانا خرجت ليل 21 في السجن نتاعك وقلي تسجنت وانتي مزجونة مع المساجين صحيح أنك أخفيت الهوية نتاعك وما حبيش تقول لي انتي فادية حمدي واستظهرت معناها واتظهرت بهاوية مزيفة قلت لهم معلمة قلت لهم معلمة علش؟ نفس التهمة معلمة جيم يعني وليت الميذة عطا داع يعني يعطي تعاركتي وفيه التهمة إني ضرباته بكافة خطر المساجين يحكيوا عليك بالخائب ويسببوا وفايدة حمدي لا مش المساجين هم يعني ما زلوا ما يعرفوش أنا من لول يعني لا يسببوا يحكيوا عليك يعني من لول أعوان للسجون وأعوان الأمن قالوا لي يحاول أنك تتنكر في خطر الصورة مزيت ما ظهرتش في وسائل الأعلان الصورة مزيت ما ظهرتش ولذا نجم للطبط يعني خفتنا عليك خايفين عليك من ردود الأفعال واضح ما تقولش اللي أنت فايدة ما نقولش اللي أنا فايدة اليوم شني أنتبعات الناس عليك تخرج تخدم وتمشي في السوق كالعادة وتلقى ألف بعزيزي في الشارع اليوم تم ألف بعزيزي كومان تم ألاف مش ألاف 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 بعزيزي تتطبق في القانون ولا واللي تترعش قبل ما تتطبق القانون لا مش مزل تتطبق قانون يزمنا ناس كلنا احترموه في احترامنا القانون احترامنا الذاوي هاي شني أنتبعات الناس عليك أنا ما عادش نجم يعني نجم نخرج في حاجات صغيرة من نجمش نطبق الحاجات إذيك من نجمش لأنه الوضع العام ما ينجمش يعطينا تبقوا القانون كما احنا نحبه شنو علاقتك بأم البعزيزي طور؟ عندي حتى علاقة حتى علاقة حتى علاقة الناس كانوا يعتبروك رمز الاستبداد والقمع وكنت تمثل جهاز معين مش انت كشخص يعني رمز مجرد رمز أي هما ديما ينظروا للأمني كرمز للاستبداد في الوقت هذيك أداة تنفيذ لأ هما كذل حاجتهم بش يحتجوا كذل هما مظلومين ماذا بيهم الأمني يطبق القانون كذل هما غلطين يلزمهم هما الأمني ما يطبقش القانون احنا ديما نجوما بين المواطن والسلطة الحاكمة احنا احنا عوان تنفيذ للقانون بيه واضح يعطيك الصحة من جنرال مش نعطيك سؤال سري في انفلوب تحلو تقرأ سؤال وحدك هو سؤال خطير طبعا خطير خطير مش خطير تقراه وعندك حق عندك الحرية مش تجاوب عليه وتقراه السؤال وإلا لا نقراه ولينجاوب لا تقراه وما تجاوبش ها نقراه وما نجاوبش من حق تفضل 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 مرحبا بكم سي سامير عندك تعليق اخير كليمتين جست معنتها لما وقعت توجيه التهمة للوالد المتاعي على اثر الورقة اللي كتبها جنرال شابير ما نعرش عليش كتبها هو ويرغم في الواحد المتاعي يقول انا راهو طلبوها مني اذا عندك سؤال نعرش عليش كتبتها انا هنا ما نجاوبش نجاوب على سؤال لان هذا موضوع يعني ما هوش موضوع تقريبا الحصة بالذات فمتولى الشيء اللي الحب نتكلم فيه هو بالاساس وان ما تم حتى انسان عنده منفع باش انسان يدخل الحبس هذا من المدى ثانية حاجة فمتولى الموضوع في يد القضاء منطلق القضاء هذه انا منيش شاكي انا راد الخبر فمتولى الى وزير الدفاع بمعلومة وردت عليها المسؤولية مع وزير الدفاع هو اللي وجه الدهم الوالد متاعي انا لست في موقع انواجه التهم ومعنديش الحق ولا عندي الامكانية باش نوجه التهم الى احد مرحبا بيكم في برنامج لمن يجرأ فقط مرحبا بيك فايدة سامير السرياتي والجنرال احمد شبير وان شاء الله نطلقاه في حلقات قادمة من برنامج لمن يجرأ فقط الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة